ترجمة نانسي قنقر 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 ورقة نقية وجميلة باش لموصح حيح اعطيها الوقت راتها بينوا واحد استيفاة الوراق واحيانا تتحدث في مواقف اللي مالا ترحمش خستين ميتا وديش يحوي زويني وضحوك تكون من ضايرتين لكم انا تنقول لكم بحي تنقول لها الراسي على كل حال في امتيحان نتصنع ان الخط يكون زوين وخطي خير باش وندي له وينات ورقة تكون من ضمى باش الوستاد يعطيها الوقت ويرتاح لنا الاختلاب دور مهم لابا الرايطين قلنا على اجرات النقاط فيما مضى دابلا كينا ربعة وكينا ستة ربعة تتكف باراغراف ديران يوم فقط المرجعية تتكف باراغراف باش تكملوا تتكف فكران محوارية وتتتكمل مواضيع حياتية مثلا فيسبوك لاش درتي عيد البلاد النهار درتي تكون يجلب لك احسن هادية اا اا الا بتي تصافر فيه تقدر تمشي مثلا وعلاش دابا تتعطي زاقيمون باش تتعطيك تتكف فكران محوارية واحد القوة تقنع القارئ ديك بيها على كل يوحا ذاك شي من تنجو حياتنا بغنصحه عشان ديروا ليه هو التلميذ تنصحه هنا تلميذ الكتب وما المكتب ما تنصحه ليه والهم تنضربوا عليها بس يلو حمر ما احطوه جل الصفرات ذاك التلميذ اللي هو كتب تنجو تنجو هنالك شي اللي كتب بهات الطريقة إذا ما خرش للموضوع السيسائي عنده 3 بوان انا ما تيهب منيش انا ما يخرش للموضوع ما زوقيش هنالك شي اللي كتب هشنا هو الجودة دياله ما زل وصلت هشتنا نجوه واش كتب في الموضوع إذا كتب في الموضوع عنده 3 النوقات احتر مش شكل ما تنطلب لكم ما ايمايل لسالة اكترونية اذا احترام مش شكل جوش النوقات إذا كانت لتراء ما اعطاوليكم شهد العام ما اعطي لكم ايمايل وارتقل وارتقل وريبورت تقرير بيزبال هذا الايمايل اعطاوليك راتا تعرفون كيف تكتبوا الايمايل بحال فلان تغنيت مثل العزيز مثل اسم الشخصيات مثل ايمايل مثل بيست ويشيز مثل بيست فران مثل اسم ديك التحت هذه العيبات هادو تدخل عليهم ما فيهم والو ابساط احترمت الموضوع عندك جوش النوقات خلينها خمسة النوقات تدخل عليهم تدخل عليهم تدخل عليهم تدخل عليهم كيف تدخل عليهم ايضا اموضيك كيف تدخل عليهم كيف تدخل عليهم انا واحد الابليكاسيو عجباتني وعندي دبا في البيس سيسي سعيد. ما عرفوا اللقوات الطلبة في الانترنت في القواس. اسميتها ناجيبك. هادي رانم تليشارجيها. ما حال هذا؟ وبقي عندي وتنخدم بيوضا نعطيها التلاميذية هي مكومبريسية وتتحللها تعطيك بزاف المواد. الانجليل اجتماعيات الفلسفة فيها تلاخي سوارين وفي الاماديج تيال مواضيع تلبيد زيان يشوف مواضيع مكتوبة. يعني لما هي العافش يكتب على الاكل يشوف مواضيع مكتوبة. يعني يعني لانتي تيت تعاود. عليك دوبا يتيت تعاود. هتلا تم همه همه. مثلا عطاهم الانت كويمين انباور كاينة مواضيع اللي عنده علاقة مع النساء والعدد قوية النساء انباورين ويمن. حال عطاهم تلك تعيوث الشباب. كاين مواضيع اللي اندارقها بالشباب طاهم كذلك ذاك شتاع brain drain ذاك بتنجو لك هذا المرجيع راي عندي هنا يا اطار مرجعي في ميد ترسي ساعد وإنسان إذا عفتنج بيت تحت لي راي تتلعب الأمور تتلعب لكم سألة دورة هوا فتحتو عاطينهم سيدي رايتين المواضيع التالية هاو ما عاطينهم قد لك أنهم باراغراف يكمله ولا يكتبوه ولا يكتبوه مقال ولا يكتبوه إيميل ولا يخبروه بقصة مثلا شي تزريبه وقعات اليوم في الماضي مثلا شي بلصة كيفاش كانش شعور جاله ولا كيفاش تصرف نبحالها هذا الشي يعني تيخبر بشي قصة ولموجهاز لنا نقسموه لهم لذيك النقطة على الجوج يعطيك هي واحدة من ساحة قليلة فين تكتب فشي من ساحة كثيرة بالتبال اللي التيم لي عندهم وديما ديوا اللي التيم عندهم علاقة مع الرأي تيم ممكن شي خجوع اليوم أعطاهم يعني الشباب والموايب تاع الشباب يعني موضوع ما غاش يخلش على الإطار ديال الشباب وموايب الشباب humor يعني فكاة وما عنده علاقة بالفكاة مثلا مثلا بل خطرتها تكون مثلا في الإيميل واحد الشخص مثلا انت مثلا صديقة جيارك هو ما تيبغيش يشاهد مثلا أفلام الكوميديا انت كتب واحد إيميل ليه حاول تقنعه بأنه رأي لا شاهد أفلام الكوميديا غادي يستفدو ربما غير اللي ينظر السلبية اللي هو عنده عليهم مثلا بالمواضيع تتحط women and power يعني مواضيع اللي تعالقافة ليسا مثلا working women بالمواضيع تتحط واش نتايا معا يخدموا النساء ولا ما يخدموش مثلا عندنا واحد لوحدة اسمه التقافة ومشاكلتها التقافة وقيم التقافية مثلا تيغتوك مثلا المشكلتها التقافية مثلا شي واحد مثلا شي دولا وما قداش يندمج فيها مثلا واش انت لا تفكر مثلا انت تقرأت مش تقرأ على بره بحال هالشي تيغتوك وستيزنشيب هي المواطنة هذه وبنا واحدة تعطاهم يعني بحال دبعا فالمتيحان اللي يخدمتنا معا واحد السيد تيقرأ عندي في المحامي دي المعجلسات في واحد المقاعدة وانتي غيصي بغي ينجح تبارك الله وتي حرص على ذيك الحصة هذه كستيزنشيب اعطاهم واحد الموضوع فيها قال لهم يعني انك خص تكون مواطن صالح وكيفاش اعطينا تلتذي زارقيمو عاطيكم فكرة محوارية يا دي قلت لك وعاطيك فرست والسيكند والسيكند والسيرد يعني قلت تلتذي زارقيمو فيهم كيفاش انك خص تكون مواطن صالح من خلال انا قد عطيتي زارقيمو ولا امثلة حية بتجريب ديك شخصية يعني انسان يريد يكتب يريد تقاتل ويكتب بكيفاش يجمع افكار قبل الامتيحان قبل الامتيحان بخلال انه يطلع لنماذج كيفانين بعض الطرق تدوم شئاساتي تختصوا على تلمي المسافة لابا سيدي سعيد لدي شي متيش يتيجي بعد احنا في لوعة الطريق اللي يتسوفوا الطماطط طبيعا انك غادي قلت طلب من الخروج ما غاش تقالف فاش تريني دم خلي كل شي حتى اليوم يمتلا قولوا اليوم ما قبل الامتيحان كيفان تجريع عقلك ما تيقب لا يشتغل لك انت بنتي تخرج تجيب دوره ولكن انت تابقى تشتغل لك بنتي تجيلي لا يمكنك ما تخرج لا يشتغل لك لا يشتغل لك لا يشتغل لك لا يشتغل لك عقلك انت تتضطر باش انك تضحي بأوقات الفارغ دياركم خرجتنا اصدقاء بينما التلميذ ان انا بلية التلميذ انسان يشتغل انا يكون معكم واقي انا تم قولوا التلميذ احنا تنعرف اسي سعيد راي انسان يكون واقي اللي ما نجح شهد دعام غضي يجح دعام المهم انسان ما يستسلمش لماذا احنا تنقرأوا التلميذ راي احنا تنقلوا احنا بنا وكلهم ينجحوا بيدون استثناء ولكنها لابد انه تكون ناجحة تكون راصيب وحياة راه هي هذه الحياة راه ناجح وفاشل والنجح هو جارب فاشل تتزم النا اعلى تنقل التلميذ هين ما يستسلموش والبسألة الحقيقية والتحدي الحقيقية والمابعد البكالوريال انسان يريحيدك على تسلبي يلي في نحنة يهوته وتسويه راي صلاح لا حييته دبرا لابدين بها مابعدة باتحيات كامنة وعطني شيء انستيوتو وعطني مش المشكلة المشكلة ما تضيع الوقت لا تضيع العمور انسان احنا تنقلوا يتبقى ان احنا تنقلوا احنا رايشة كاة الستيتة بقيت ان دوز امتيحانات تقعطى النهار و النهار و تتطير نيوي بلونج باش أنك تنجح فيه و تتميز فيه لأنك النفس أم لا تتضعش لا تتبغيش تجيب المتحان قليل مشي واحد مثلا تتعرفوه إذا كنت تعرفوه خلاص لا تتضعش أم لا تتعرفوه ولكن تتبقى أنت في هذه الرغبة باش أنك تتميز إذا كنت تضحي بل وقت تلك باش إما الإنسان تتبغي قبل المتحان مدة طويلة لا تترتاح إذا ما إحنا عفنا الإنسان مثلا ما تتبغيش على الأقل يخلي واحد ما أمكن واحد بيبقاش تبريباري حتى الليلة الليلة إصارت تلك الليلة الامتحانة أذكرها ما صحيح يقدر يصبح ناس وذي رأى وقعات عندي صديقة يري وقعات ليل قاعد حطانا امتحان تباكاوريا السيساعد ويصبح ناس ما مشاش شابه يدقو عليه وما حلو ليش ضع ليل عم كله مش صافي وصافي هذه البدات ديموتيفة فيها تلك سيركي ما بقاش ديوزها كان هو يخدمت 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 وذلك الامتحان صبح ناس لاتلي عليك فلصة صافي طاعدية لعمالك هيا سيدي نزمان قالوا الفاتك بليلة فاتك بحيلة انت ولا انت لو غدي تبقى على الطلاع بآخر مستجدات طربوية وأخبار الجامعات والمعاهد والمدارس وترفع من المستوى الثقافي ديالك وتوصل بأخبار أول بأول قناة سلسلة مع الموجه جابت لكم الحلة القناة اللي غدي ترافقك خلال المسيرة التراسية ديالك وتوقف في الجنب ديالك اشترك الآن في القناة وانظم لأكثر من عشرين ألف متابع ومتابعة للقناة اللي حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة وشاهد أكثر من ثلاثمائة فيديو في مجالات مختلفة واللي في المقدمة ديالها الدعم والتوجيه لهو الهدف الرئيسي للقناة ونصائح وتوجيهات دروس خاصة بالسنة الثانية باكالوريا دورات في مختلف المجالات المونتاج الويب واليوتيوب كل هذا وأكثر حصريا على قناة سلسلة مع الموجه قناة سلسلة مع الموجه تحقيق أحلامكم غايتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر